موسيقى الثقافة قاطرة للتنمية الوطنية والمحلية تحدي جديد من تحديتنا الاجتماعية وفهم ما ينتظرنا وتحدينا جميعا مرحبا تم إعطاء دفع للمشهد الثقافي الوطني والجهوي بخلق بنية تحتية ثقافية متعددة وموزعة لكل جهات المملكة كالمركز الثقافية، مسارح المدن، المعاهد الموسيقية، المكتبات، المتاحف وسلسلة من التظاهرات السنوية كالمهرجانات والمواسم والمعارض والمؤتمرات التي تعزز تراث كل منطقة وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام فهذه الأجندة الثقافية الوطنية والجهوية التي تركز بشدة على التظاهرات وجعلها دائمة من أجل تحسين وقعها على السكان وجعلها ركيزة للتنمية المحلية المستدامة اليوم مشاهدين سنحط الرحال بمدينة تتوان نموذجا فما هي الاستشرافات المستقبلية؟ ما هي الرهانات القادمة في ظل الاستعدادات لكأس العالم؟ وعليه يحضر معنا مشكورا في البلاتوال أستاذ أنس الملاحي نائب رئيس جماعة تتوان وأستاذ التاريخ المعاصر والإعلام بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بيت تتوان صباح النور سيدي مرحبا صباح النور مرحبا مرحبا وارثاني مرحبا كما يسرني أن نرحي معنا بالأستاذ مخلص الصغير مدير دار الشعر بيت تتوان ورئيس الهيئة الاستشارية للثقافة مرحبا سيدي أهلا ومرحبا شكرا على تلبية الدعوة مرحبا طيب بداية سنبدأ معكم أستاذ أنس اختياركم للعمل من خلال الثقافة كرافعة للتنمية جمس ألي هي ربما مسلم بها اليوم على أي أساس تم هذا الاختيار ما هي الاعتبارات التي دعنا نقول بنيتم عليها هذا الاختيار ووفق أي تصور دعنا نقول مرحبا سيدتي ومرحبا بالجمهور الكريم أولا يجب أن نتفق جميعا أن هناك جدلية بين الثقافة والتنمية ولا يمكن أن نهود بأي بلد إلا بالنهود بالثقافة أولا نحن في مدينة تتوان اختبنا هذا المجال لاعتبارات عدة أولا مدينة تتوان مدينة الثقافات وهناك من يسميها بمدينة الأوائل فهي أول مدينة صدرت بها مجلة ثقافية مجلة السلام هي أول مدينة أسست بها المدرسة الأهلية هي أول مدينة نظمت فيها الانتخابات البلدية يعني مدينة تتوان هي مدينة الأوائل من حيث الثقافة فمن الضروري أن نعمل على إظهار مدى تطور هذه الثقافة ومدى تأثيرها على المجتمع من أجل النهوض بمدينة تتوان نعم جيد سأعود لتفاصيل أخرى دائما في هذا الصياق أستاذ أنس ولكن دعني أنتقل لأستاذ مخلص نتحدث دائما عن دور الثقافة والتنمية المحلية أين يتجلى هذا الدور على أرض الواقع؟ نعم حين يتحدث الأستاذ أنس مثلا عن مدينة تتوان أو حين نتحدث عن مدينة أخرى وجب أظن أن نستحضر المدل الإبداعية الكبرى في العالم التي اشتغلت على اقتصاديات الثقافة وعلى علاقة الثقافة بالتنمية نستحضر مثلا لندن العاصمة التي تشغل أكثر من مليون شخص في الصناعات الثقافية والإبداعية وتوفر 4% من نتج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية 8% من نتج المحلي الإجمالي بل إن نوتيرة صادرات ارتفاع صادرات أو عائدات الثقافة والاقتصاد الثقافي تتقدم بمرتين مقابل الصناعات الأخرى ذلك أن الحضارات عظمة الحضارات والشعوب لا تقاس بالعتاد العسكري بالقوة العسكرية لا تقاس بناطحات السحاب لا تقاس بالقوة الاقتصادية والتجارية وإنما تقاس بالحضارات تقاس بمتاحفها بمسارحها بمفكريها بأدابائها بفنانها ممتاز أستاذ أنس ما هي الأليات المتبعة اليوم في تدبير الشأن العام؟ أولاً ونحن نستشرف على استقبال وفي استعدادات لكأس العالم ربما بدأت بشكل نسبي هذه الاستعدادات أولاً هذا الملف الثقافي من الملفات الأولى التي وضعها المكتب المسير لجماعة تتوان على مكتبه وانطلقنا في تأسيس هيئة استشارية تعنى بالثقافة هذه الهيئة تضم مجموعة من الفاعلين أساتد باحثين مؤرخين يعني منتمون إلى الجسم الثقافي هذه الهيئة اليوم تعمل جنباً إلى جنب مع جماعة تتوان من أجل إخراج وتنزيل استراتيجية المبرمجة في برنامج عمل الجماعة يعني اليوم نحن نبتكر أساليب جديدة بعيداً عن الأساليب التقليدية النمطية أساليب جديدة تتماشى والتطورات التي يعرفها المجتمع هل هناك تمت مشاريع تنموية ذات بعد اقتصادي في الأفق استعداداً لكأس العالم أول ملف نشغل عليه اليوم هو إعداد محفظة تتوان محفظة تتوان اليوم نعيد كتابة طاريخ تتوان باللغة المعاصرة باللغة الحديثة هذه المحفظة تم تأسيس لجنة علمية مكونة من شخصيات أكاديمية كل لجنة تشتغل على ملف معين سوف ننهي إنشاء هذه المحفظة في نهاية هذه السنة على أساس أن هذه المحفظة ستخرج للوجود في كتاب يضم سبعة أجزاء وفي قرص يوزع على زوار هذه المدينة يوزع في كل بقاء العالم حتى يعرف الناس خصوصية هذه المدينة في الإعلام في الموسيقى في الطبخ في المعمر وهكذا هناك مشاريع أخرى مرتبطة بالمتاحف اليوم جمعت تتوان على وشك انطلاء مشروع مهم هو متحف السلام معلوم أن تتوان مدينة التعايش يعني عاش فيها المسلمين واليهود والكتوليك وما إلى ذلك اليوم تتوان تسخر بألاف الوطائع التي تثبت مدى تعايش مختلف الديانات بهذه المدينة ونهيئ اليوم متحفا لعرض هذه الوطائع حتى تجلب لنا مهتمين بهذا المجال كذلك من بين أهم المشاريع التي نركز عليها اليوم هي خلق المدينة الثقافية الرأمية اليوم نعمل على إنشاء هذا ربما تحدي من التحديات وسأصل لهذه النقطة وهي في غاية الأهمي أسد نسلي ملاحي لأن من ضمن التحديات ونحن في مجتمع التحدي نرفع دائما التحديات على كل مستوى الثقافية الاقتصادية وربما تتفقان معي لأن هذه الدفعة التي يعرفها المشهد الثقافي الوطني والجهوي يواكبها أيضا تطوير البنيات التحتية طرقية رياضية سياحية أيضا سنشاهد بعد إذنكما هذا التقرير من توقيع صفية هيداني ولنعودها نعود الاستعدادات لمونديال 2030 التي ستنظم في كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا جارية في المغرب من خلال تأهيل ستة ملاعب وبناء ملعب جديد بميزانية تفوق 14 مليار درهم الملاعب تم اختيارها في كل من طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس وأجادير بالإضافة إلى بناء ملعب جديد في مدينة بن سليمان ويسعى المغرب إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بكرة القدم في المملكة وانسجام الملاعب الستة مع معايير الاتحاد الافريقي لكرة القدم بحلول 2025 وتتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بحلول 2028 كما وصل المغرب تقوية أسطوله الجوي والبري في مجال النقل استعداداً للمونديال حيث تم الإعلان عن مؤشرين مهمين في هذا الطموح سواء من خلال إطلاق طلب بعروض المنافسة لاقتناء 168 قطاراً جديداً وتأكيد طلبية طائرتين من نوع بوينغ كما سبق الإعلان عن اعتزام شركة الخطوط الملكية المغربية إطلاق طلبات عروض في نهاية العام الحالي لشراء 200 طائر جديدة ويسارع المغرب الزمن من أجل وضع شبكة نقل جاهزة أمام المشجعين من مختلف دول العالم قبل تنظيم المونديال وهو الحدث الذي يتطلب وفرة وسائل النقل خاصة على المستوى الجوي والبري إذن هذا التقرير فيه تقاطعات عدة لمستويات عدة ولجوانب عدة ولمقاربات كثيرة أستاذ مخلص هنا يتبين أن دور التنمية الثقافية لا يقتصر فقط على الرؤية التقليدية لتنمية يعني بمعنى هذا الضيق ولكن أعتقد اليوم أننا نعمل في المملكة المغربية على النهوض بالتنمية البشرية التماسك الاجتماعي أيضا التنمية الاقتصادية وهذا ما تبين من خلال هذا التقرير الذي أعدته صافية هيداني مشكورة أستاذ أبو خلص نعم التقرير يحملنا إلى موعد 2030 و2030 ليس موعد كأس العالم فقط بل هو موعد ثقافي أيضا فالمعروف أن الأهداف الإنمائية للألفية جعلت سقفها 2030 وهناك 17 هدفا وتحديا الأهداف المعروفة ومن بين هذه الأهداف الحرص على التنوع الثقافي السائح الذي سيتابع المونديال في المغرب والبرتغال وإسبانيا لن يسافر في الجغرافية فقط سيسافر في التاريخ سيسافر في حضارة في فضاء للتعايش المشترك طبعا منذ اللحظة الأندلسية العلاقات المغربية الإسبانية نعرف رسوخها طبعا أيضا ما بين المغرب والبرتغال تصوري معي أن أول معاهدة صداقة في التاريخ هي التي وقعت ما بين المغرب والبرتغال منذ خروج البرتغاليين من آخر القلاع من مازاجان في 1774 إذن السائح الذي سيأتي المقابلة كرة القدم تتم في ساعة ونصف لكن السائح سيقضي أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة لا بد أن ينفتح على ثقافات البلد يأتي لينفتح على طبق البلد يأتي ليشاهد الأعمال الفنية في هذا البلد المتاحف المسارح دور السينيما طبعا والعادات والحرف اليدوية والصنائع المحلية يأتي لمتابعة كل هذا ولا يأتي فقط لمشاهدة كرة القدم إذن موعد 2030 هو موعد أيضا ثقافي بمتيارة ويجب الاستعداد له أعتقد أستاذ أنس يعني يجب إشراك كافة المهتمين بالشأن الثقافي في سياغة مشروع ثقافي استشرافي لأي مدينة ليس فقط يعني اليوم نتحدث عن مدينة تتوان كان نموذج ولكن ربما يجب اشتغال على صعيد المملكة المغربية برمتها وبالتالي يجب هنا الإشارة إلى نضع أسطر تحت الرياضة والأدوار التاريخية للمدن المغربية هنا ربما يجب اشتغال وديل قطاعات عدة أستاذ أنس نعم أولا التنمية الاقتصادية نعم لا يمكن لها أن تنهض إلا بالتنمية الثقافية كما قلت في البداية هناك جدلية وثيئة بين هذا وهذا نعم مدينة تتوان نموذجا انطلقت في هذا العمل وانطلقت في الاستعداد للمونديال أولا عبر تأهيل لمدينة العتيقة في إطار المشروع الذي أطلقه جلالة الملك محمد السيد صلى الله نعم اليوم مدينة تتوان العتيقة تعرف يعني انطلاءها أخرى تانيا الشارع الجديد التي نسميها في تتوان الإنسانتي الذي يزخر ببيوتات ذات معمار يعني فاتن يمكن أن يجلب لنا العديد من الزوار والسياح ثالثا ما تزخر به مدينة تتوان من متاحف متخصصة اليوم تتوان تستعد متخصصة أود أن أعود هذه متخصصة تقدر تعطينا صوار نعم اليوم مدينة تتوان تستعد لإطلاق متحف الداكرة الأضائية جيد مدينة تتوان تستعد لإطلاق متحف الداكرة الوتائية مدينة تتوان تستعد لإطلاق متحف الداكرة الوتائية السلام والتعايش مدينة تيتوان يعني فيها مجموعة من المتاحف الأخرى متخصصة في اللباس وما إلى ذلك مدينة تيتوان اليوم تستعد لإطلاق مهرجانات كبرى تتعلق بالموسيقى الأندلسية على أساس أنها من هذه المدينة انطلقت الموسيقى الأندلسية يعني أن هناك مشاريع يعني يمكن لها تجلب السياح والمهتمين كما قال زميل سيموخليس في هذا المنديل ليس للفرجاتي فقط بل لإكتشاف ما تسخر به هذه المدينة من معالم من وطائق من عادات من تقاليد يعني هناك مجموعة من الأمور التي تسخر بها هذه المدينة سيد مخلص لتجويد المنتوج الثقافي والفني بالمدينة ما هي المشاريع المزمع إطلاقها ونحن كما قلنا في هذا التحدي ونحن نستعد لهذا الحدث في 2030 هو علاقة بتطوان مثلا أنا دائما أقول بأن قدر هذه المدينة قدرها قدر ثقافي عبر التاريخ وعبر الزمينة وهو قدر جميل البعض صحيح أنه ليست هناك بنيات صناعية وغيرها لكن يمكن ونحن نتحدث عن الصناعات الثقافية يمكن أن تكون المدينة مشتلا وفضاء حاضنا لهذه الصناعات الثقافية مثلا في الزمن الاستعماري في تواجد الإسباني في تطوان أهم معمل كان في مدينة تطوان كان معمل الورق الشهيد الذي أقف إلى أقفال طبعا منذ سنوات لماذا معمل للورق لأن الأمر يتعلق بصناعة ثقافية لأن المدينة التي كانت تصدر فيها أكبر عدد من الصحف مجلات وجرائد يومية صوري عشرات الجرائد منها يومية ومنها أسبوعية ومنها شهرية ومجلات إلى آخر معهد للتعريب منذ الأربعينيات يصدر كتبا مترجمة إصدارات كثيرة إذن كانت فكرة إنشاء هذا المعمل لم تكن اعتباطا في مدينة تطوان تحديدا وإنما علاقة بهذه الدورة الثقافية إذن المدينة في حاجة إلى مثل هذه البنيات الثقافية التي تنتج الثقافة ليس فقط فضاءات للعرض ثقافي وإنما للإنتاج كاستشراف للمستقبل يعني ما هي المشاريع التي من الممكن أن يتم إطلاقها أو تفكير فيها أظن أنه تطوان وهي مدينة الفن الجميلة تحتاج أيضا إلى فضاء مسرحي مسرحي نعم تحتاج إلى معهد للمسرح معهد عالي ومتخصنة للمسرح للأطفال وكل للشباب تحتاج إلى معهد للسينما للصناعة السينمائية لتعليم كل مهارات وكل الصناع التي تدخل في نتاق السينما والأساس أيضا هو أن نبدأ من الطفل ونحن ودعنا قبل أيام الدورة الأخيرة من الدورة الأولى من المعرض الدولي لكتاب الطفل لأنه لتحقيق الثقافة لا بد من التربية على الثقافة وأنا أقول دائما أن مشكلتنا في المغرب ليست هي الثقافة وإنما ثقافة الثقافة ربما حتى التنشئة الاجتماعية التي ستكون فيها هذه الترصيخ هذه العملية ترصيخ وتتبت يعني الفكساسيون ديال الثقافة منذ طفولة طفولة طبعا لأن ثقافة الثقافة هي أن نربي في أبنائنا عادة الذهاب إلى السينما عادة الذهاب إلى المسرح عادة الذهاب إلى المعارض لرؤية الأعمال الفنية تشكيلية الجديدة عادة زيارة المتاحف إلى آخرها تمام عملت قبل قليل على واحد الإشارة وتقدتها منك أستاذ مخلص الاقتصاد الثقافي وقد نرجع عن هذه النقطة لأنها في غاية الأهمية ونحتاجها نحن في مسيس الحاجة لها في مجتمعنا أستاذ أنس الثقافة هي ثروة اقتصادية ربما نتسأل كيف نجعل منها محركا اقتصاديا أو محركا للنمو الاقتصادي وخلق فرص للشغل نعم أولا نحن في جماعة تيتوان عندما سطرنا بنرمج العمل تحضرنا هذه المسألة الذي يخلق فرص شغل يعني بشكل كبير واقترحنا مثلا على مستوى العمل المسرحي اقترحنا أن نطلق إعلانا للفرق المسرحية ونشكل لجنة من أجل اختيار أربع أو خمسة أو خمس مسرحيات نعم من أجل دعمها وتصويعها وشراء العرض الأول بعدها يمكن لهذه لهذه الفرقة أن يعني تعمل ما تشاء بعرضها ثانيا اخترنا أن نقوم بتجربة بسيطة تتجلى في إنشاء رواء جماعة تتوان هذا الرواق الذي يضم الآن ألاف الوطائق للحالة المدنية لأن الحالة المدنية من اختصاص الجامعة للإسبان واليهود الذين وولدوا بتتوان في مرحلة الحماية هناك ما يقارب 23 ألف وطائق لهؤلاء الإسبان واليهود الذين وولدوا بلتتوان معروضة في روائج مع التتوان اليوم نطلق اتصالات متعددة من العديد يعني من أجل إما البحث عن سجلات الحالة البدنية لأبائهم أو لأنفسهم يعني العمل هي اليوم نعم بدأنا نرى وفودا تزور رواء جماعة التتوان ممتاز من أجل البحث وهذا يعمل على تحريك العجلة الاقتصادية جيد التكسيات المطاعم وخلق فرص للشغل جيد ممتاز أستاذ مخلصة أختم معك بإجاز لأننا يشيرون لأننا وصلنا تقريبا لختام هذا التحدي ربما قبل قليل قلت لك الاقتصاد الثقافي ألم يحل الوقت اليوم بمجتمعنا أن نفكر في خلق شركات ثقافية باعتبارها هياك الاستثمارية ربما المهمة جالا هي الخدمة العمومية للمجتمع الذين ينظرون الآن الاقتصاديات الثقافة يتحدثون عن أهمية البحث عن مستثمرين في الثقافة ممتاز والاستثمار في الثقافة يحتاج إلى دعم لأن هناك فرق دائما الثقافة في حاجة إلى دعم دعم الدولة ودعم الحكومات وأي دعم لماذا؟ لأن فرق ما بين ثقافة الترفيه ثقافة الترفيه لا تحتاج إلى دعم لأنها تدعمون السهاب النساء وهناك الثقافة التي تحتاج إلى دعم شركات هناك طبعا قانون منظم لمساطر الدعم يستدعي ويتطلب أن تكون هناك شركة سبق للاشتغال مثلا في لجان دعم وزارة الثقافة في مجال نشر الكتاب أكثر من دورة ودائما نتوصل بملفات للدعم من قبل شركات لكن هذه الشركات هي نادرة وتحتاج نحتاج إلى الاستثمار في الثقافة إلى تشجيع هذه الشركات ومسألة أخرى أساسية هو أنه الآن الفاعل الثقافي يجد صعوبة في أن يتلقى هذا الدعم ما لم تكن عنده شركة جيد أستاذ أنا سأختم معك تحدي ديلكم تحدي باختصار اليوم نعمل إلى جانب السلطات والمكتب المسيير للجماعة من أجل إخراج المشروع الصعافي الكبير المتعلق بمحفظة تيتوان المهرجان المهرجان الأندلسية إنشاء متاحف متخصصة شكرا جزيلا بمدينة تيتوان شكرا جزيلا لكم أستاذ أنس لملاحي نائب رئيس جماعة تيتوان أستاذ التاريخ المعاصر والإعلام بكلية الأدب والعلم إيسانية تيتوان شكرا شرفتني بحضورك شكرا شكرا لك كنا الشكر أيضا لكم أستاذ مخلص صغير مدير دار الشعب تيتوان رئيس الهيئة استشارية للثقافة شكرا نورتني شكرا لكم شكرا جزيلا كنا الشكر أيضا لفريق الأعمال على كل مجهوداتي شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة ألقاكم غدا وتحدي جديد دائما على قناتكم ميديان تيفي مع كامل معك